ينضم إلينا من عددنا المحلل السياسية سيد وليد الصالحي سيد وليد مساء الخير وأهلا بك لو بدأنا بالانتهاكات المجتمرة للانقلابين ضد الشعب كيف يمكن توثيقه من أجل محاسبة المسؤولين عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بك أستاذ الكريم ومرحبا بمشاهدي قناة الأخبار السعودية الجهد في عملية توثيق إجمالي الانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون الحوثيون والمخلوع الصالح جهد كبير جدا من التحالف العربي من الشرعية من المنظمات المجتمع المدني سيدي الكريم عند وجود ولد الشيخ أحمد في العاصمة المحتلة صلعة من أجل تحريك عجلة المشاورات في الفترة السابقة تقدمت أمهات المعتقلين ولد الشيخ مباشرة بشكوى كاملة وملف كامل نجد أن الأمم المتحدة لم تتجاوب في هذه المسألة ولم تبرزها نهائيا ولا يوجد أي ضغوط أممية على الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع الصالح من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين سواء الصادر أسماءهم في القرار 22-16 أبرزهم وزير الدفاع محمود الصبيحي وناصر منصور وفيصل رجب سيدي الكريم القيادات عسكرية بارزة مناصرة للشرعية بدرجة أساسية أيضا إجمال هذه السكوت من قبل الأمم المتحدة يعطي لانقلابيين الفرصة الكاملة لمواصلة هذه الانتهاكات آخرها ما تم سيدي الكريم من عملية الاعتداء المباشر على نساء طاعنات في السن لمعرفة أن يوجد هؤلاء المعتقلون أساسا ذهبوا إلى معتقلات الأمنة السياسية التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون وحليفهم المخلوع الصالح ذهبوا إلى إجمال جميع السجون لدينا معلومات مؤكدة بأن كثيرا من السجون قد قام الانقلابيون الحوثيون بإفراقها بشكل كامل وحولوها إلى معسكرات تدريب بشكل أساسي تم الإفراج عن جميع المعتقلين في القضايا الجنائية والمعتقلين في القضايا السياسية المعارضين لهم مخفين قصريا لا يعلم أين أماكن تواجدهم نهائيا نعم وفي هذا السياق سيد وليد لعني دعنا نتحدث بشكل مباشر عن حالة الهلع والخوف التي تعتري الميليشيا الانقلاب ومن ينتمي للمخلوع لعودة ميناء الحديدة إلى الشرعية وإصابتهم بالذعر وأيضا ما فقدهم لشيء من التوازن وعودتهم للوراء لخطوات كثيرة لما يجدونه من تقدم للجيش الوطني والمقاومة كيف تصفون هذا الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم الإنقلابيون الحوثيون والمخلوع الصالح ومليشياتهم سيد الكريم محشورون في الزاوية بدرجة أساسية النافذة الوحيدة التي كانوا يتلقون منها المتبقية لهم والتي كانوا يتلقون منها السلاح المهرب من أجل مواصلة القتل في الشعب اليمني واستلام المخدرات من أجل إيذاء أبناء الشعب اليمني والدول الأشقاء المجاورة لنا بدرجة أساسية سيتم إقلاقه عليهم فعليا قرار وزارة النقل قرار صائب خصوصا بعد عدم تفهم مجموعات دولية بمسألة نقل السفن مباشرة إلى ميناء العدن هو جاهز بشكل أساسي بفضل الله وبفضل التحالف العربي تم تحرير المخاوة قريب جدا من الحديدة وجاهز بشكل كامل لدينا أكثر من خمسة موانئ بحرية ولدينا مطارات في جميع المدن المحررة ولدينا منافذ مع المملكة العربية السعودية تتجاوز الأربع المنافذ يسيطر عليها بدرجة أساسية القوات الشرعية الموالية للشعب اليمني وهي بعيدة نهائيا لم يتبقى أمام الإقلابيون الحوثيون لتهريب السلاح وهذا ثابت بموجب تقارير دولية سوى الجهة الغربية من البحر الأحمر سيدي الكريم وهي شواطي محافظة الحديدة الخوخة والصليف وميناء الحديدة جزيرة كمران وإجمال الجزر المتواجدة هناك التي يتم إيصال سفن صغيرة جدا على أساس أنها سفن للصيد من أجل إدخال هذا السلاح القاتل وبعد ذلك يتم تجميعه هذا الرعب أمام الإقلابيون الحوثيون الذي يعيشونه سيدي الكريم ليس أمامهم اليوم سوى الاعتراف بالقرار الدولي الاعتذار والتوبة عما قاموا به ما لم سيسحقون بشكل أساسي الشرعية عازمة على تحرير اليمن بشكل كامل الدعم المطلق من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ونثمن كلمة ولي ولي العهد سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع بأنه سيقف مع اليمن إلى آخر يوم في حياته أطال الله عمره وعمر جميع حكامنا سيدي الكريم المعركة اليوم مع العادوب محسومة بشكل أساسي ولله الحمد والمنة لم يعد هناك ذراع لإيران سيقطع هذا الذراع بشكل أساسي خصوصا في اليمن وبعد ذلك سيتجه العرب إلى جميع المناطق التي تريد إيران فيها إشعال هذه النار والفتلة نعم من عدل المحلة السياسية سيد وليد صالحي شكرا جزيلا لك